موسيقى صباح الخير وأهلا بكم في أولى نشاراتنا الإخبارية على توقيت فاصل وبزمن لبناني سوري متحرك يطل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله اليوم ليروي سيرة طال انتظارها فبعدما كثرت الأسئلة عن الحزب ورجاله في الميدان عن الحسم في القصير وانغماس حزب الله في المعركة حتى التحرير عن الحكومة وشكلها والانتخابات التي أصبحت بلا شكل يتحدث السيد نصر الله مساء وعلى نحو مفاجئ فيضع الحجر الأساس لنقاش جديد غالبا ما يكفي الخصوم أسابيع ويكون زادا للمؤتمرات الصحفية أهم ما هو منتظر من كلام نصر الله الطائرة ولغز إسقاطها منطلقا من نفي أبوتها حزبيا فهو لم يصنعها ولم يرسلها لكن من أسقطها وكيف ارتبكت إسرائيل وأقفلت فمها على الحقيقة التي قد تكون مرة لعقلها الهندسي وسلاحها الجوي الطائرة قد تكون إسرائيلية في الجو فمن هي الجهة التي أوقعتها أرضا ورمت بسمعتها من علو مرتفع إطلالة نصر الله تزامن عطافات عسكرية في الداخل السوري بحيث يتقدم النظام على الأرض وتتوغل المعارضة المسلحة على خط التفجير وليس آخر العمليات الإرهابية ما وقع بالأمس واستهدف رئيس الحكومة وائل الحلقي لكن النار لم تطله فيما سقط الضحايا من المدنيين الجيش الحر أعلن براءته من العملية لكنه كان سعيدا بها وأعطاها تبريرات وشرعية بحسب الناطق الإعلامي باسم الجيش الحر حر الأرض السورية لم يلغي تقدم الحلول السياسية وبينها مساعر ربعية والأمس أعلن طهران على لسن وزير خارجيتها علي أكبر صالحي استعدادها لاستضاد فتأ الجولة المقبلة من اجتماع وزراء خارجية اللجنة الربعية الخاصة بالأزمة السورية وعن غير سابق إصرار وتصميم قد تكون ربعية سوريا مختصة أيضا بشأن اللبناني وإذا غيمت فوق الشام تنطر فوق بيروت وذلك بعد من حبس مناخ لبنان على كل صعيد فلا تقص الحار يرحم ولا انفراجات عودت حكوميا جبهة النضال الوطني ترد على مقترحات الرئيس نبيه بري المجلس الدستوري يبحث في الطعان اعتصام للمشايخ في البقاع وأخبار أخرى في بانوراما السياسية للزميل باسر العريدي زر وفد من الحزب التقدمي الإشراكي ضم الوزير وائل أبو فعور والنائب أكرم شايب والقيادي هشام ناصر الدين عين التيني حيث التقى الرئيس نبيه بري وعقب اللقاء أعلن الوفد أنه أبلغ بري أن الاقتراح حول قانون الانتخاب المختلط الذي قدمه ليس الأنسب لا نستطيع أن نكفل عبره التمثيل المحق لكل الأطراف كما لا يمكن أن نكفل له الوفاق الوطني الكامل الذي يجب أن يتوفر في أي قانون انتخاب طبعا النقاش لا يزال مستمر وسيستكمل بجلسات نقاش ثنائي بيننا وبين فريق عمل الرئيس بري للوصول إلى تصور مشترك في وقت قريب يتم اقتراحه ومحاولة السعي لحصول على توافق وطني عليه لأجل حصول الانتخابات في موعده الذي يجب أن يبقى هو المعيار الأساسي في عملنا كقوة سياسية بري استقبل أيضا السفير السوري علي عبد الكريم علي الذي لفت بعد اللقاء إلى أن بعض وسائل الإعلام تقوم بقلب الحقائق ومنها القول إن المقاومة في لبنان ترسل مسلحين إلى سوريا بعض اللبنانيين وهم بالآلاف الموجودون في قرى حدودية قاوموا القوى الإرهابية والمسلحة التي اعتدت على ممتلكاتهم على أمنهم على حياتهم وكان بري قد استقبل وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط أليستر بورت الذي شدد على أهمية سياسة النائب النفس آملاً ألا يرسل لبنان أولاده عبر الحدود للقتال في سوريا عين المجلس الدستوري مقرراً من أعضائه مهمته وضع تقرير عن الطعن الذي تقدم به الحزب الإشراكي تمهيداً لإداعي المجلس للإطلاع عليه وإصدار القرار المناسب المجلس رأى أن لا ضرورة لوقف العمل بالقانون المطعون في دستوريته والمهلة المعطاة للمجلس الدستوري إصدار قراره هي مهلة شهر من تاريخ تقديم الطعن وقد رأى أعضاء المجلس الدستوري بإجماع الحاضرين أنه ليس هناك سمة مبرر لتعليق العمل بقانون تعليق المهل خاصة أن تعليق المهل هو لـ 19 أيار اعتصم عدد من المشايخ على طريق عز البير البقعية احتجاجاً على مرور الصهريج القادمة من الجنوب على طريق رشايا المصنع باتجاه سوريا ورفعت خلال الاعتصام أعلام الثورة السورية ولافتات منددة بالنظام السوري عقد في دار الفتوى في ترابلس اجتماع موسع ضم رؤساء بلديتين ترابلس والميناء وهيئات المجتمع المدني وفعليات وأعرب المجتمعون في بيان صادر عنهم عن تأييدهم مطالب الثورة السورية ورفضهم التدخل العسكري لأي حزب أو جهة كانت في الصراع السوري محملين حزب الله المسؤولية الكبرى في فتح هذا الباب مخالفاً مبادئ العيش المشترك معلنين تفهومهم ردود الفعل ورفع الدعوات إلى الجهاد مطالبين الدولة اللبنانية ببسط سلطتها وضبط الحدود كما أبدو رفضهم للحرب العبثية بين جبل محسن والتب بينه أكد المنسق المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان روبرت واتكنز أن منظمات الأمم المتحدة تعمل جاهدة من أجل مساعدة النازحين السوريين لافتاً إلا أن العمل يجري مع الحكومات والبلديات مبدياً أسفه لأن الحاجات كثيرة والإمكانات ضعيفة كلام واتكنز ورد خلال زيارة قام بها إلى بلدة شبعة التي وصلها على متن طوافة دولية واعتبر واتكنز أن مساعدة النازحين داخل سوريا يجب حلها سياسياً وأنهم يبذلون الجهود لتقديم المساعدة ضمن الإمكانات المتوافرة عاشية الاحتفال بعيد العمال عقدت نقابة مستخدمي كهرباء لبنان مؤتمراً صحفياً جددت فيه المطالبة بتحسين أوضاعهم المادية وتأمين الحصانة الوظيفية إضافة إلى السلامة الصحية خلال قيامهم بأعمالهم مؤكدين أن مكتسباتهم خط أحمر ولا يسمح بالمسي بها رسالة من النائب خالد الظاهر إلى سوريا الأسد عارين العروبة تحقيق للزميل جاد غصن بعد فراغ النائب خالد الظاهر من مقابلته الأخيرة مع الزميل جورج صليبي ضمن برنامج الأسبوع في ساعة دخلنا ستوديو البرنامج وفي حوزتنا ما نود سؤال الظاهر عنه هي رسالة من النائب خالد الظاهر إلى الرئيس السوري بشار الأسد مؤرخ في العشرين من تموز عام 2000 قبل الدخول في مضمون الرسالة وحتى نترك النائب يكمل قراءة ما فيها توجهنا بها إلى خبيرين بتطقيق الوثائق والمستندات مرفقة باقتراح قانون معجل المكرر من مجلس النواب عليه اسم خالد ظاهر وتوقعه بخط يده للمقارنة مع الرسالة وتبيان إن كانت اليد نفسها قد كتبت المستندين في خلاصة الدراسة العلمية المطولة يخلص الخبيران إلى وجود انسجام مقبول من حيث شكل رسم بعض الأحرف كحرف الخاء والضاد والهاء في أول الكلمة وحرف الدال المتصل إضافة إلى تناغم على مستوى الأسلوب الكتابي من حيث اتصار الأحرف بعضها ببعض ومواضع المقاطع والمساحات التي تشغلها وبناء عليه الاستنتاج يكون بأن يداً واحدة حاكت الأحرف والمقاطع المشتركة رسماً وشكلاً هي يد النائب الظاهر نفسها إذن التي بعثت بالرسالة إلى الرئيس بشار الأسد بحسب الفنيين أما الآن فلنقرأ مع الظاهر من حيث تبدأ الرسالة بسم الله الرحمن الرحيم سيادة الرئيس الدكتور بشار الأسد حفظكم الله تعالى أكتب إليكم هذه الرسالة راجن الله تعالى أن يرحم فقيد الأمة الرئيس المناضل حفظ الأسد وأسأله تعالى أن يحفظكم ويحفظ سوريا العروبة قلب الأمة وعرينها أنا لم تكن علاقتي بالنظام جيد لأنا محبوس عند النظام ست مرات ومخلوع كتفي عند النظام وأشقائي حبسوا أخي عمره كان 13 سنة ونص حتى قبل سنة الألفان قبل ذلك ما تكون لغة إيجابية تجاه حافظ الأسد والجو اللي كان بسر أنه نحن كنا بهذاك الوقت أنه حافظ الأسد والنظام السوري مع العروبة والدفاع مع المقاومة ونحن كلنا المقاومة يعني أنا من درب حزب الله من المقاومة بجنوب لبنان بيعرفوا قيادات حزب الله أنه كلهم كانوا يفوتوا عندي تحت باطي بجنوب لبنان بصيدة يتدربوا على المقاومة بعد معلقات الرثاء ينتقل الظاهر إلى وصف الرئيس بشر أنتم يا سيادة الرئيس من عرف بأنه رجل العلم والثقافة والنظر البعيد من يتطلع دائما نحو الحدثة والتكنولوجيا وتطوير الإدارة بل أنتم يا سيادة الرئيس من ينتظره كل السوريين والعرب واللبنانيون خاصة ليأخذ بأيدينا نحو البناء والوحدة والصمود أمام الأخطار المحذقة وأنا أطالبك باعتبارك جاي من أوروبا من إنجلترا ودير الصب وتفهم بالتكنولوجيا وتفهم بالحريات أن تمنع هؤلاء عن الظلم وعن الفساد وعن الإساءة للناس وأن ترفعهم عن الإساءة إلينا غير أن الظاهر وبعد أطيب التمنيات ينتقل إلى شكاية إساءات مسؤول الأمن في عكار يا سيادة الرئيس أرفع إليكم هذه الرسالة لأشرح وأبلغكم بأن هناك ممارسات وإساءات وارتكابات حصلت من قبل مسؤول الأمن في عكار بحق الشخصي كنائب وبحق أقربائي وبحق مؤيدين لي في منطقة عكار أهينوا وأسيئت معاملاتهم وادخلوا استجنوا وشتموا وهددوا ومارس المسؤول الأمني في عكار بحقهم كل الممارسات التي لا يجوز لها أن تحصل بل وصل به الأمر إلى الطلب إلى عدم الترشح باسم القيادة السورية وهدد أكثر من خمسين شخصا من المقربين إليه بالابتعاد عني وإلا بعام 2000 النظام السوري والمخابرات ضغطوا علي وعلى أشقائي وعلى أحبائي بأن لا أترشح طبعا أنا من سحبت أمام هذا الواقع كتبت رسالة بعدها لرئيس النظام السوري الآن هددني يوم المسؤول الأمني في عكار أمام خمسين رجل وقال لي أنت لازم تكون بالسجن أنت من جماعة الظنية يعني تهديد بتركيب ملف وأنه ما لازم تترشح أنت فأردأت علاقنا قدام الناس كلها بلغة قوية أنه بيحقلك أنت تحكي معي قلت له أنا خالد ظاهر أبنك والنائب يعني أنا الأبضاعي اللي ما في شي بيخوفني وبالتالي أنا راح أترشح لو بدي أخذ صوتي هل مسؤول الأمني اللي زاكر بالرسالة؟ طبعا هو اللي كان بحلبة اللي كان عقيد اسمه محمد مفلح هلأ انشق على النظام هل تعرفت كيف؟ نعم لكن الظاهر لم يفقد الثقة بسيادة الرئيس وأنا على ثقة بأنكم يا سيادة الرئيس لا ترضون بهذا التصرف لأنكم اليوم بمثابة الأب الحنون للجميع والأخ الكبير لكل الوطنيين والإسلاميين في لبنان فهذه الرسالة أنا إذا وجهت لي بشار الأسد هل في هذا الأمر ما يسيء إلي؟ يسيء أو لا يسيء؟ هذا هو السؤال جاد غصن قناة الجديد الرئيس نبيه بري عرض صيغة جديدة لقانون الانتخاب فما هو هذا القانون؟ ولماذا عرضه الاشتراكي؟ ولماذا لم يعرض على تيار المستقبل؟ تحقيق نوال بري على الرغم من اقتراب ساعة الحسم الانتخابي من تاريخ الخامس عشر من أيار المقبل فإن قرعة القوانين لم تتوقف بعد فهي مزالت ناشطة على نار حامية الرئيس نبيه بري المصر على خلط الأوراق الانتخابية بسياغها كافة للتوصل إلى قانون يردي جميع القوى السياسية اقترح القانون المختلط على جبهة النضال الوطني وهو يقوم على أساس توزيع المقاعد النيابية ما بين خمسة وخمسين وستين في المائة وفق النظام الأكثري مع اعتماد قاعدة وان مان وان فوت أي صوت واحد لمرشح واحد وما بين خمسة واربعين واربعين في المائة وفق النظام النسبي هاي دي صيغة أحسن للأكثري لأنه بتمنع لمحاد الأول بوستيت يعني بيقدرش حزب أو لاحة تاخد كل المقاعد شو ما كان عنده أصوات أي شي حدا ضده لاحة أما فرد أو مستقل بيصير يقدر ياخد يعني نحسب خمس مقاعد بنياخد عدد مقترعين بنقص مع خمسة زائد واحد نقص مع ستة إذا بيأمن هالعدد أكيد بياخد مقاعد هاي دي الصيغة معتبرة بين النسبة والأكثري يعني هي أبطعتش محاسن النسبة لأنه معقول تعطي تشويه بالتصويت نا نعتبر جمبلات بشكل أساسي والمئاتي بيناسبن أنه قوة الوسط تكون هي بيضة الإبان وهي التي ترجح الأكثرية أو مع 8 أو مع 14 فهذا أبينسبش الاشتراكي المصر على الإبقاء على الجو التوافقي مع بري رفض هذا الاقتراح حبيا يعني مثلث الأضلاع في نسبي وفي أكثري وفي وان مان وان فوت وبالتالي كتير بده مرسيم تطبيقية وكتير بده شغل وكتير بده بحث مع كل الأطراف كيف توصفت أنت الارتودوكسي؟ هذا القانون بأنه ارتودوكسي بس بالمقلوب كيف كي يجوكي؟ الارتودوكسي بالمقلوب لأنه إذا ما فيش فائد أصوات عند الكتلة النيابية بده تروح كل فئة بده تصويت لمرشحة وبالتالي الحل يمكن بده دراسات أكثر موضوع مثل هذا الموضوع الاقتراح الذي لم يلاقص تحسانا من الاشتراكي لم يتسلمه فريق المستقبل الحليف الشارس للاشتراكي في محاربة الارتودوكسي أنا الحقيقة كنت ناطر دعوة من رئيس بري تقيت الدعوة اليوم وبكرة الظهر ساعة 12 في جلسة مع الرئيس بري للبحث عن الموضوع مش عارف إذا رئيس بري حيطرح الموضوع ولكن هالموضوع كما طرح مع الاشتراك وما طرح بالإعلام بصراحة غير مقبول بتاتا يعني بالعكس هو تراجع إلى الوراء بالنسبة لطرح الرئيس بري الأساسي 50-50 ولو عطى فيه 60-40 يعني مش المشكلة بالنسبة للمشكلة بكيفية الطرح فبالتالي 50-50 أفضل ولكن 50-50 فيه صغارات كتير ويجب معالجتها وممكن حنشرح لرئيس بري الموضوع الاكثرية مع الارتودوكسي ونسبة ضائلة مع المختلط الذي تعددت سياغاته ويبقى في هذا الشو وانمان يديره مع جميع الأطراف لكي لا تصبح الانتخابات سيرة السنوات الأربع المقبلة نوال بري قناة الجديد في الجزء الثاني من تحقيق الوحدة الاستقصائية عن الفساد في المرفأ نواصل التقصي عما آلت إليه تحقيقات الجمارك هذه كانت عملية سرية نجحت فيها وحدة التحقيقات الاستقصائية في قناة الجديد من إماطة الليثام عن الأسليب المتبعة في تهريب الأحزية والتهرب من الرسوم الجمركية والرجل المصور بالكاميرا الخفية ليس سوى جوف فرحة مسؤول البضائع في شركة رماري روفيلي جروب للشحن وتخليص البضائع على ما قال مدير الجمارك بالإنابة فإن إجراءات قد اتخذت ورح إليك شو عملنا كمان عدا عن المداهمات اللي صارت علقنا أعمال مخلصين لحل هلأ بعدهم نرجع شغلون ضبطنا مخالفات وحصلنا مئات ملايين الليرات وبلغنا نياب العام المليئ كل الإجراءات هذه اللي إنا فيها ولكن ثمت مشكلة بسيطة جوف فرحة هذا الذي كنا قد أطلعنا رئيس مصلحة بيروت بالإنابة خليل الخوري على ممارساته عاد وظهر في مكتب خليل الخوري بعد شهر من عرض التحقيق الأول هذا جوف فرحة شخص اللي طلع عاديك المرة بالتحقيق وياللي قال بدك تجمرك ولا بدك تقصر غير طريقة هذا مكتب مين هذا خليل الخوري ظهر في مكتب رئيس مصلحة بيروت بالإنابة وفي مكاتب أخرى لنا لها عودة عندما نقرر ذلك ولكن ماذا عن التحقيق الذي وعدنا به مدير الجمارك أنا بأعتبر أنها كلا أعطيتني معلومة حول هذا الشخص هذا رح أخذ اسمه حتى أتأكد لأنه كل واحد يفوت على مرفع بيروت مفروض يكون حاطية بطاقته اللي نحن منعطيها تأتأكد أنه هالصور قبل الحادسة أو بعد الحادسة وشو مدى أتورته بالقضايا اللي حققنيها أنا معي إثبتات جوف فرحة جوف فرحة قلت اللي عم بفوت من بعد القضية القديمة اللي نحن رحنا فيها للأخير مثل ما بتعريف حتى الآن لا تحقيق مع السيد خوري على الرغم من أن النيابة العامة المالية ادعت على ثلاثة أشخاص على خلفية التحقيق الأول الذي عرضنا النائب العام المالي تولى تحقيق أول روبرتاج صار في ادعاء على عدة أشخاص والتاني قيد التحقيق الجدي من بين الذين ادعت عليهم النيابة العامة المالية عضو جمعية تجار بيروت حنى روفيل أي الرجل الذي تنصل من علاقته بشركة رماري روفيل جروب حتى من دون نأتي على ذكره ولكن القضية ليست هنا هذا ما قاله المراقب في دائرة جماري كريمو خوري عن حنى روفيل بعد عرض التحقيق الأول على أن ما قاله لم يدفع أي من الجهات المذكورة إلى التعليق على مضمون الكلام والأسوأ أن مصلحة المراقبة في الجمارك لم تتعامل معه بجد لماذا هناك من يريد أن يخرج بتوصية تفيد بأن جل معرض هو مجرد إكراميات لماذا؟ ببساطة لأنه متى تدحرج حجر الضومينو الأول يتدحرج الجميع حسناً سنسقطهم حجراً حجراً البداوي وبدنايل يشيعان ضحايا إزالة المخالفات في البداوي في ترابلس كما في بعلباك شيع أهالي المنطقتين أبنائهم الذين سقطوا خلال المواجهات يوم الخميس بين القوى الأمنية والجيش والأهالي من جهة أخرى في واد النحل في البداوي على خلفية توقيف مخالفات البناء في المنطقة قوى الأمن الداخلي خسرت الرقيب علي سقر الذي شيع في شمستار في بعلباك وفي معلومات للجديد أن الرقيب سقر توفي نتيجة لذبحة قلبية بعد رجقه بالحجارة ونقله إلى المستشفى كخمسة عناصر أمنية أخرى إلا أنه سرعان ما فارق الحياة في المستشفى لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي البداوي تشيع محمود ريا وعبدالله عبدوسيف تخلى له كلام للتهدئة ولضبط النفوس وأنا بدي أكد أنه في واعي عند الأهيلي وفي واعي عند القوى الأمنية وخاصة عند أهيلي أهيلي الضحايا وأهيلي الجرحة الكل بدهم الأمن بدهم الاستقرار والكل وعيين لخطورة المرحلة إجراءات القانونية اللي بتتاخذ بالنسبة لمخالبة البناء ما بتصير على الشكل اللي قاموا فيه قتل جماعي ما في أي حدا جابت لحم المنظر بس هيك ضربوا كم حجر الشباب اللي عنا بلش رؤواس بالعولي كنت هون بالبيت موظف بعدت النهار الأحد سمعت رصاص طلعت أول وصلت على الشارع ألبت دغي أول شي ألبت تعورت براسة نعم بسحف على الأرض وجدت يطلق بيدي من الميدان والتشيع إلى كلام في السياسة والقانون ولكن بالنهاية على رجال الأمن أن يفرضوا القانون وعلى الناس أنا تتجاوب مع الأمن أنا اللي بدأل في الانتبال أن هذه القوانين هي لخدمة الناس هذه مناق ضد الناس يعني هذه بتنعمل بتنعمل لشو بتنعمل لنحية جاملية بتنعمل ما في هذه مشكلة توقفت علي أولاً هذه عم يتطبع على كل شي فعالة ما كمان بقلب وطرابس كان فيه مخالفات ووقفات وفي خورتين كان فيه مخالفات ووقفات فما فينا إذا بدنا كل الإنسان بالبلد يقول ووقفت علي وشوفه فلان وشوفه عالتين ما أنت خلص عم نشرع الغلال في البداوي كما في مناطق لبنانية عدة مخالفات البناء تحتلهم مساحات خاصة وعامة أما المعالجة فهناك اتفاق سياسي وأمني وحتى شعبي أنها ستكون على يد الدولة التي عمدت درءاً لأي استفزاز وبهدف تهديئة النفوس إلى سحب جميع عناصر الدرك في منطقة البداوي وحتى من شرات السير ما أدى إلى زحمة سير خانقة بعدما طلقت تلك العناصر تهديداتاً بالتعرض لها على أن تعاود عملها في الساعات المقبلة بعد أن تهدأ النفوس المشحونة فالقرار التخذ فالمخالفات ستزال والخارج على القانون سيحاسب من منطقة البداوي في طرابلس رشال كرم قناة الجديد أهلاً من جديد شاب سوري في العشرين من العمر قرر الانتحار بإحراق نفسه بسبب الفقر وتراكم الديون عليه وعائلته تناشد المساعدة تحقيق للزميلة يمنى فواز ضاقت به سبل العيش فأحرق نفسه هذا ما حدث في لبنان أيضاً في منطقة بربور البيروتية هو أحمد محمد اليوسف ابن العشرين عاماً السوري الجنسية تراكمت عليه الديون فجأة نتيجة أحادث سيارة كان قد استأجرها بعد الحادث طلبته الشركة المؤجرة بدفع أربعة ألاف دولار فلجأ أحمد إلى عائلته الفقيرة النازحة إلى لبنان ولم يكن بيدها حيلة للمساعدة فقرر الانتحار أفرغ على جسده قنينة من المزوت واشتعل أفرغ على جسده أفرغ على جسده أفرغ على جسده شغل حاله ودخل بها المحل هي ملحمة ابن عمار؟ نقل أحمد إلى مستشفى جعيتاوي وهو الآن في حال حرجة جدا يرقد في غرفة العناية المركزة مصابا بحروق من الدرجة الثالثة أفرغ على جسده وحالته الصحية التعبانة وبدن أنه منا مصاري وما في مصاري يعني عننا صراحة شايفة كيف العيال تفرج كيف أن الأولاد عندي تسع أولاد يعني وشايفة كيف أعدين وهيها هاي دفتر العائلة عندي تسع أولاد على الدفتر المسجل فيك تقلنا شاء لك الطبيب الطبيب قال لي المرحلة خطر للسحة بحلت الخطر بلنعاش عنده جروح بدن يعمل له عملية وبالك يا الله إن شاء الله أنه يوم بالسلام ما بعرف أني والله ما كنت موجود يعني لأنه راح أنه قالوا لي أنه احترق بس هيك أنه وضع المادي ايه وضع المادي تعبان وبيتنا بسوريا راح ونبرم على شغل هون ما بنلاقي مثلا الشغل قلت له يا ابني طول بالك حتى نصلى حبا لم مصاري ما سمع على الكلام قال أنا راح أنتحر ما في مصاري أنا راح أنتحر طلع من البيت هلأت ما بيحتر يعني كذبها الحاج بعد شيء نستعقل ومحترق نتمنى نحن أنه من الدولة بتساعدنا والأهالي بيساعدونا وأنه بيشعروا فينا لأنه وين كل إنسان معرض للخطر بأي بلد يعني لأنه نحن بحالة الزرف تعيب لدرجة عائلته فوجئت بمحاولة انتحار ابنها الذي يساعد والده في إعالة الأسرة المؤلفة من أحد عشر فردا التي نزحت إلى لبنان قبل أربعة عشر شهرا بعدما دمر منزلها في سوريا أعلنت المحكمة الخاصة بلبنان أنها ستعين محققا خاصا للتحقيق في ثلاثة حوادث يحتمل أن تشكل تدخلا في سير العدالة من خلال نشر هوية شهود مزعومين وقد أصدر القاضي بصفته القاضي الناظر في قضايا التحقير لشهر نيسان إبريل قرارا يطلب فيه تكليف صديق للمحكمة التحقيق في هذه الحوادث الثلاثة كان فيه طبعا طلب من الدعاء ومن قسم الدفاع وأيضا من رئيس القلم والممثلين المحاميين للمتضررين هذا الطلب يعتمد على أشياء زي ما حدك قلت تشكل أن فيه تدخل في سير العدالة بالنسبة لموضوع هوية الشهود فدلوقتي هم طلبوا من قاضي الإجراءات التمهيدية أنه هو يحول هذا الملف لمن؟ للقاضي اللي هو مسؤول عن اللي يكون مسؤول عن تحقير المحكمة اللي هو ما يسمى بالإنجليزي Contemptive Court هو القاضي باريجوانت؟ بالضبط فقاضي باريجوانت كان فيه جلسة يوم 25 نيسان هو يوم الخميس يوم الخميس الماضي فطبعا في هذه الجلسة أكتريتها كانت جلسة سرية فطلبوا من اللي احنا فاهمينه دلوقتي من قرار اللي اتاخذ من قاضي باريجوانت أن طلبوا منه أنه هو يعين محقق خاص للتحقيق في في تلات حوادث طبعا إيه هم تلات حوادث دول ده يعني في هذا القرار كان تلات حوادث كنت يعتبروا سريين فما عرفش إيه بالضبط إيه هم طلب طلت حوادث دول ما هو الأمر الذي حصل فجأة أو شكل طارق لستدعم المحكم اتخاذ هذا القرار اليوم كان فيه الوابسايت اللي ما يسمى جورناليست فور تشوث هي اللي طبعا يمكن نقدر نقول أنه هي اللي تخلت القسم المتضررين وأيضا الدعاء والدفاع ورئيس القلم أنهما يطلبوا من القاضي هو يحول هذا الموضوع للقاضي المسؤول عن تحقير المحكمة أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان في بيان بشأن توقف الباخرة التركية فاطمة جول عن إنتاج الطاقة الكهربائية أن المؤسسة تلتزم تنفيذ عقد استئجار الطاقة الكهربائية وأوضحت أن مواصفات مادة لفيول تتطابق والمواصفات المحددة والمعتمدة من قبل مؤسسة المقيس والمواصفات اللبنانية لبنار وبالتالي فأن مؤسسة كهرباء لبنان تلتزم تنفيذ العقد بحدثيره وأوضحت المؤسسة أنه في كل الأحوال وحرصا على توفير تغذية إضافية بالتيار الكهربائي للمواطنين يجري العمل حاليا لتوفير الحل المناسب عبر تكثيف الاجتماعات بين الجانبين اللبناني والتركي لكي تعاود الباخرة إنتاج الطاقة في أقرب وقت ممكن ضمن إطار العقد وأشارت مصادر في وزارة الطاقة أن العمل جار لحل المشكلة من دون تكبيد الدولة اللبنانية أي تكاليف إضافية ومن دون أن يكون هناك مصلحة خاصة للشركة التركية وأكدت هذه المصادر أن جميع الأموال التي تقاضتها فاطمة جيل مكفولة وفي حال فشل المساعي فأن الخزينة سوف تستعيد كل هذه الأموال وزير داخلية في حكومة تصريف الأعمال مروان شربل يؤكد أنه إذا لم يقر قانون انتخابي جديد فلن تكون هناك انتخابات ولو بعد خمس وثلاثين سنة الانتخابات والقوانين الانتخابية الحكومة والأمن ومخالفات البناء في طرابلس وغيرها من المواضيع ناقشها مطولا وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال مروان شربل مع نقابة المحردين برئاسة النقيب الياسعون وزير الداخلية تحدث عن أهمية التوافق في تأليف الحكومة وفي القانون الانتخابي إذا ما فيه أنون انتخاب ما فيه انتخابات من هلأ لخمس وثلاثين سنة أنا قمت بإنجازات وعندنا بروغرام حط والبدي يجي السلم بعد مني رح أعطيه وهو طبعا بس أنا رح أعطيه رح أعطيه الفرق بيني وبينه اللي بده يجي أنه أنا غير مرتبط بجهة سياسية هو يمكن يكون مرتبط بجهة سياسية خز ويروح لعنده يقول لي شو بدي أعمل شربل أكد أنه لا يجوز أن يكون بقاء الدولة مرهونا بشخص وهو إذ أكد أنه مع محاربة الفساد أعلن عجزه عن القيام بشيء مش قادر مش قادر أعمل وانه رأس الدبوس إلا رأس الدبوس ما أنا بدي أنا بدي منكم أنا أنه تساعدونا مش أنا هدلي أنا لجي مجتمع أنا جي لحتى أتشكلكم لتعرفوا الحقيقة لأنه أنتم بتوصلوا الحقيقة للعالم وردا على سؤال عن حادث الدكوين والمربع الليلي فيها أكد شربل أن لبنان ضد الليواط أهلا بكم من جديد ناجاتو رئيس الوزراء السوري وإلى الحلق من تفجير استهدف موقبه في المزة الدول الغربية تعد العدة لتكرار سيناريو العراق في سوريا متذرعة بوجود أسلحة كيميائية وروسيا تحذر إلى ذلك أفد الكريملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن والرئيس الأمريكي باراك أوباما اتفقا خلال مكالمة هاتفية على إيجاد تسوية للأزمة السورية مشيرا إلى أن أوباما سيزور موسكو غدا تقمة العشرين في أيلول المقبل من جهة أخرى أفدت وكالة انترفاكس الروسية عن مصدر روسي مطلع أن طائرة ركاب روسية تعرضت أمس لهجوم في الأجواء السورية بصاروخي أرجو لكنها لم تتضرر نجى رئيس الوزراء السوري وائل الحلقي من تفجير استهدف موكبه في حي المزي قرب حديقة عامة إلا أن التفجير أسفر عن سقوط عدد من الضحايا من بينهم حارس الحلق الشخصي وأدى أيضا إلى أضرار مادية جسيمة لا سيما في السيارات وقد قامت أجهزة الأمن بإغلاق المنطقة التي تضم مباني سفارات عدة ومباني حكومية وتقيم فيها شخصيات سياسية وعاقب التفجير رئيس الحلق اجتماعا للجنة الاقتصادية في مقر مجلس الوزراء وأكد أن هذه التفجيرات دليل على إفلاس وإحباط المجموعات الإرهابية والقوى الداعمة لها بسبب بطولات وانتصارات الجيش السوري هذا الاجتماع نحن اليوم الثانيين تسعة وعشرين نحن اليوم الثانيين تسعة وعشرين هذا الاجتماع الأخير ونحن مثل ما تكون شايفين يعني من عدة الأيام يعني السبت فيت بالخميس والخميس فيت بالجمعة فنحن أحيانا ما بنعرف التاريخ بسبب ضغط العمل بسبب يعني كثافة البرامج نحن عمنا نعيش في مرحلة استثنائية في البلد وبالتالي لا بد من متطلبات ضغط عدد من الأعضاء الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي على الرئيس باراك أوباما للتدخل في الحرب السورية قائلين أن واشنطن تستطيع مهاجمة القواعد الجوية السورية بالصواريخ لكن يجب أن لا ترسل قوات برية وقال هذه الحملة السيناتر جون مكين على الولايات المتحدة أن تكثف دعمها لمقاتلي المعارضة السورية حتى لو تبين أن قوات الرئيس بشار الأسد لم تستعمل غازات سامة يجب تجهيز قوة دولية للذهاب إلى سوريا فهناك عدد من مستودعات الأسلحة الكيميائية لا يمكن أن تقع في أيدي الجهاديين الأسلحة الكيمائية كانت أيضا في صلب حديث وزير الخارجية الفرنسي هناك مؤشرات قدمها البريطانيون وكذلك الأمريكيون على استعمال النظام أسلحة كيمائية ونحن في صدد التحقق من ذلك وطلبنا من الأمين العام للأمم المتحدة إجراء تحقيق في كل أرجاء سوريا إلا أن الأمر الذي يحمل دلالات هو أن سوريا رفضت السماح لمحققين بدخول أراضيها وعلى الخط الكيمائي أيضا كررت روسيا تحذيرها من إعادة السيناريو العراقي واستعمال الأسلحة الكيمائية ذريعة للقيام بتدخل عسكري في سوريا تم تدول وقوى خارجية ترى أن كل الوسائل جيدة لإسقاط النظام السوري لكن موضوع استعمال أسلحة الدمار الشامل خطر جدا إلا أن الأمين العام للأمم المتحدة بانكيمون أعلن أن فريق التفتيش عن استخدام الكيمائي موجود في قبرص وينتظر موافقة السلطات السورية ليدخل إلى سوريا أما إيران فأكدت على لسان وزير خارجيتها علي أكبر صالحي استعدادها لصدافة الجولة المقبلة من اجتماع وزراء خارجية اللجنة الرباعية الخاصة بالأزمة السورية وذلك بعد لقاء رئيس أحمد نجاد مساعد الرئيس المصري عصام الحداد ورئيس ديوان رئيس الجمهورية رفعات التهطاوي يأتي ذلك في وقت ما زالت قضية إرسال مقاتلين جهاديين من دول غربية تتفاعل شباب لم يصلوا سن البلوغ كيف خرجوا من هذه المطارات القانون ينص على أن هذا الولد هذا الشاب القاصر ينبغي أن تكون له أن يكون معه إذن من والده وهذا الإذن يؤتى من البلدية فكيف يذهب هؤلاء الشباب وكيف يخرج هؤلاء الشباب وكيف يسمح لهم بالخروج يذكر أن السلطات البلجيكية شنت حملات عدة على شبكات تجنيد المقاتلين لسوريا واعتقلت عددا منهم نتنياهو يرى أن البرنامج النووي الإيراني لم يتجاوز الخط الأحمر مسلثل تفجيرات يتواصل في العراق وأخبار إضافية في بانوراما دولية للزميلة عنان زلزلي أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو أن إيران لم تتجاوز الخط الأحمر الذي وضعه لبرنامجه النووي على الرغم من تقديرات الرئيس السابق للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية عمو سيادلين التي تشير إلى عكس ذلك نتنياهو في اجتماع لنواب تكتل لكوت بيتنا أشار إلى أن إيران مستمرة في برنامجها النووي ولم تعبر بعد الخط الأحمر الذي وضعته في الأمم المتحدة لكنها تقترب منه بدأب وأضاف ينبغي أن لا يسمح لها بتجاوزه قتل أحد عشر شخصا على الأقل في تفجير ثلاث سيارات مفاخخة في بضعة أسواق جنوبية العراق وقال مسعيفون ومصادر في الشرطة العراقية إن القتل سقطوا عندما انفجرت ثلاث سيارات ملغمة في أسواق متفرقة في محافظتي العمارة والديوانية جنوبي البلاد قضى عشرة أشخاص على الأقل وأصيب نحو خمسين آخرين عندما صدم انتحاري بدراجته النارية حافلة ركاب في بيشاور شمال غربي باكستان وحاول الانتحاري تفجير نفسه عند مرور مسؤول محلي كبير لكنه لم يتمكن من إصابة هدفه واستضم بحافلة ركاب في حي جهنجير أباد أدى انفجار في وسط العاصمة التشيكية براغ إلى إصابة نحو أربعين شخصا على الأقل بجروح وانهيار مبنى بحسب ما أعلنت سلطات الطوارئ التشيكية ونفى عمدة العاصمة التشيكية أن يكون الانفجار الذي هز أحد المباني في براغ سببه عملية إرهابية مؤكدا أن سببه تسرب في الغاز في ثورة جديدة بدأ بركان إتنا الواقع جنوبي إيطاليا في جزيرة سقلية بإلقاء الحمام والغازات والغبار على ارتفاع نحو 2900 متر وإتنا هو البركان الوحيد في أوروبا الذي لا يزال نشطا ويقول الخبراء إن البركان لا يشكل أي خطر على سكان المناطق المجاورة إلا أنه يتوجب عليهم التعايش مع هذه الظاهرة وما يترتب عنها من غبار بركاني العرض الأول للوثائقي سنوات الضوء للزميل جورج صليبي في معهد العالم العربي في باريس وسط حضور ديبلوماسي وثقافي حاشد من العتمة التي ألقيت على الثقافة والفن في لبنان والعالم العربي يخرج علينا الوثائقي سنوات الضوء ليعيدنا إلى الزمن الجميل إلى بعلبك وكبارها إلى خشبات بيروت المضيئة من خلال صور حصرية ومشاهد نادرة إلى جانب شهادات لمن عاصروا تلك الحقبة وساهموا في صناعتها سنوات الضوء حل ضيفا مكرما على مدينة الضوء الوثائقي الذي أعده وانتجه الزميل جورج صليبي وأخرجه جون كيروز عرضا في معهد العالم العربي في باريس بدعوة من المعهد نفسه ومن مكتب السياحة اللبناني أردته وفائقيا يستعيد زمن الأحلام والأضواء زمنا يشبه سحر الحب الأول ورائحة المطر الأول ودهشة اللقاء الأول أول وصائك بيحكي عن فيلم هل أدي فرح عن لبنان يعني كل الأفلام قبل كانت تمروا عن الحرب اللبنانية عن الدمار عن الأحزاب فهون عم نحكي عن سنوات كل ضوء كل عظم فهذه صورة منيحة لا لبنان لكل الجريات اللبنانية براها مهتمون كثر شاركوا في العرض من بينهم وزير الثقافة الفرنسي السابق جاك لانج والوزيرة ليلى الصلح حميدي والنائب مروان حميدي والسفير اللبناني في باريس بطرس عساكر إلى جانب وجوه ديبلوماسية واجتماعية وثقافية وقتلت عرض الوثائقي ندوة أدارتها الكاتبة اللبنانية المقيمة في باريس كارول داغر حزمة لحظات تاريخية لتنسى رسمها سياسيون فنانون نجوم الأغنية مثقفون وصحفيون تركوا بصماتهم في اختراع القرن الذي يدعى التليفزيون مبتكرين الخصوصية الإعلامية اللبنانية وعلى الرغم من كل الأنواع تبقى سرية الفن في لبنان عالية تشق طريقها عبر العواصف لتحدد معالم المستقبل في بلد قطائر الفنيق يبعث من رماده مرفرفا بجناحين يحققان معا في سماء لبنان لبنان المثاق الوطني ركيزة العيش المشترك التي وضعها الرئيسان بشار الخوري ورياض الصلح وكانت كذلك شهادات لمن ساهموا في إنجاح العمل طلب مني الوزير فادي عبود نظم هالإيفانت وإعرض هالفيلم بفرنسا لأنه الوزارة ساهمت وساعدت لإنتاج هالفيلم لبنان أصبح حقيقة سنة ألف سعلي وثلاثة واربعين ورح يضل حقيقة ما نحرم أبدا لبنان لبنان نحن بدأنا نشعر إن شاء الله دايما وياد الصلح من العام ومشار الخوري من العام إشارة إلى أن الوثائقي سنوات الضوء سيجول على عدد من عواصم العالم والآن نبقى مع أبرز عنوين الصحف الصادرة اليوم في بيروت 33 نيسان 2013 ونبدأ مع النهار الجدل الكيميائي يحدد وجهة الأزمة السورية أوباما وبوتن مع كل الإجراءات لإيجاد حل نصر الله وثمين أذار الجواب اليوم عن مشروع الصيغة الحكومية 14 أذار وجملات نقاش مفتوح في شأن الاقتراح الانتخابي لبري ننتقل إلى السفير سوريا ماذا وراء الترويج لسيناريو حرب استغلال إسرائيلي ونجاة الحلقي وإفلاة طائرة مدنية روسية من صاروخين جملات يتمسك بحكومة الوحدة سلام إلى الأمر الواقع أو الاعتذار العراق 130 ضحية انفراج بين المالك والأكراد فارن بوليسي تقدم رواية اغتيال مغني في الأخبار لهذا اليوم القاهرة تتقاطع مع حلفاء دمشق تحرك لدرء ضربة عسكرية 8 أذار لسلام 9 من 24 نويب طفرانين أما في الأنوار وفد من 14 أذار يدعو السلام لمواجهة العراقيل بحكومة أمر واقع محاولة اغتيال رئيس الحكومة السورية بتفجير انتحاري قضاط مصر يرفضون تدخل مرسي وتحرك إخواني بجامعة القاهرة 26 قتيلا بسلسلة تفجيرات في العراق بالانتقال إلى الديار روسيا أبلغت الأطراف بقاء الأسد مثل بقاء بوتن إسرائيل منزعجة من حزب الله في سوريا لاستعماله أحدث الأسلحة الحل السياسي في سوريا هو الآتي ولن يربح أحد على أحد الاتصالات الأمريكية كيف جرت السيد نصر الله يتحدث مساء اليوم السلطة القطرية تقمع إمام مسجد في المستقبل وصول 15 إلى 20 جثة لحزب الله بينهما قائدان ميدانيان خامنئي حرب سوريا بين أنصار المقاومة وأعدائها أوباما يبلغ بوتن قلقه من أسلحة الأسد الكيميائية جملات يرفض اقتراح بر وينتقد بطولات حديث النعمة الوهمية شروط 8 أذار 9 وزراء ومداورة ضمن الفريق الواحد في البناء لهذا اليوم نجاة الحلق من محاولات لاغتياله وستة صواريخ على مشاريع القاع مأزق التشكيل ينتظر قرار الرئيس المكلف ومأزق الانتخابات يراوح بين العرقلة ومساعي بري الجيش السوري مستمر في تقدمه ويحقق إنجازات ميدانية دمشق التفجيرات تزيدنا إيمانا بالبناء والعطاء ننتقل إلى اللواء لهذا اليوم وفيها 8 أذار تطالب بالداخلية مكان الطاقة والاحتفاظ بالخارجية والدفاع سليمان يطلب من رعد الخروج من سوريا ونصر الله يتحدث عن مشاركة في إطار الحماية ويبعث برسائل أوباما يقايد بوتين على رأس الأسد في حزيران الحلق ينجو من محاولة اغتيال في قلب الحي المحصن بدمشق تنسيق أمني بين أربيل وبغداد على وقع التفجيرات والنجيف لمبادرات حل نبقى الآن مع البلد الحكومة والانتخابات روح مكانك ونصر الله يستعجل إطلالته ونجى الحلقي مسيحي فلسطين يستنجدون بالبابا أو عفوا بالبابا فرانسيس في الجمهورية 8 أذار عند السلام اليوم رافض صيغة 7-9-8-7 اتجاه إلى حكومة 300 نجاة الحلقي من الاغتيال ومحاولة استهداف طائرة روسية في الحياة لهذا اليوم كري بحث والإبراهيمي في التأسيس لحكومة انتقالية تستطيع ضمان أمن السلاح الكيماوي معلومات من موسكو عن إطلاق صاروخين على طائرة مدنية روسية فوق سوريا تفجير موكب رئيس الحكومة في المربع الأمني بدمشق أخيرا مع الشرق الأوسط نجاة رئيس الوزراء السوري ومقتل مرافقه وأنباء عن إطلاق صاروخين باتجاه طائرة روسية فوق سوريا انفجار يستهدف الحلقي على غرار عملية الخلية الأمنية شينزو آبي أكد في حوار مع الشرق الأوسط أن السعودية شريك مهم رئيس وزراء اليابان استقرار المنطقة العربية يؤثر على استقرار العالم ستة خطوات ستقوم بها حكومة أنقرة بعد انسحاب المتمردين من بينها تعديل قانون الإرهاب مصادر تركية رسمية إيران عرضت أسلحة على الكردستاني لعرقلة الحل كان في النشرة خالد الظاهر في رسالة إلى الأسد يا عرين العروبة حافظ الأسد والنظام السوري مع العروبة والدفاع مع المقاومة ونحن كلنا المقاومة الحلق ينجو من محاولة اغتيال نحن عمنا نعيش في مرحلة استثنائية في البلد وبالتالي لا بد من متطلبات أبناء شعبنا ولفرافل الغرب ذريعة الكيميائي خطيرة جدا التقدمي لبري المختلط ليس الأنسب والدستوري ينظروا في المهن في المرفأ تابع ألم تسمعوا عن حنة هذا كان كل شيء في نشرتنا الصباحية شكرا للمتابعة وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة